مساء الخير يا برج الميزان. آآ للقراءة العاطفية. ويارب تكون تنولي يعني اعجابكم ان شاء الله. انهشة على الطاقة العامة. برج الميزان انت في طاقة الاختفاء. واعادة آآ النظر في امور ممكن. وممكن تكون مختفي عن الشريك او الشريك هو المختفي عنك. آآ ولكن يمكن ان يكون برضو خيبة امل. مسلا. بتيجيش خيبة امل. ممكن اه. آآ الشريك كده طاقته آآ جامد عليك قوي او جامد عليك. ومصدر لك وش مش لطيف. يعني مسك على مشاعره. وقافل مشاعره عنك نهائي وانت فعلا بتجيش زي ما تكون زعلان او مش فاهم هو ايه اللي بيحصل. فعايزين شوف طيب ايه اللي بيحصل هنا بقى. آآ طيب. برج الميزان مبدأيا كده الشريك قاصد انه يعمل كده. قاصد انه يمسك عليك. لان طاقته حاليا الانبور. والشخصية دي شخصية مش سهلة. وشخصية مش مش سهلة ومش لطيفة. لا. يعني هي مش سهلة عموما. شخص بياخد قرارات حزمة وآآ طواضي. يعني هو قرار قرار. قرار بالرحيل بقرار بالرحيل. قرار بالزواج بقرار بالزواج. من اخر. ممكن تكون بتتعامل مع حد من برج اسد حود وحمال. انا ماشيين دهاتي في الطاقات يعني هقول لكم. فشخص مش مش هزار. وما بياخد قرار بياخد قرار ما بيرجعش اصلا فيه. آآ في المقابل انت في طاقة ازاي بتطاقة آآ تعب نفسي. وشاعر بخيبة امر. دول الناس ماشية من المكان وهم مش حتيب. بس هم مش عارفين يخشوا البيت ده من البرد. بس رجاليهم يعني بازت وحالهم بالبلغ زي ما بيقولوا. وآآ فانت شاعر باليوتم. ما شاعر اليوتم كده. كأن اه كأن حد آآ كمسلا شخص آآ لقدر الله يعني ربنا يبعد عن احد توفى عنه ابيه. بالزبط كده. انت كنت بتعتبر الشخص ده زي والدك. بالزبط زي والدك. وبتستشيره في كل امورك لانه هو شخصية فعلا شخصية يعني قوية. ممكن تكون علاقة زواج. ممكن تكون علاقة زواج. والشخص ده اخد قرار بالانفصال كده بدون رقعة. فانت شاعر بان ما بنيته في سنوات وسنوات انهدم. وخيبة امل عالي قوي 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 قوي. وشاعر باليوتم. شاعر باليوتم. تب مبدئين كده انا عايز اعرف هو عاييه خطة القرار ده. ممكن يكون هذا القرار ده يعني من وحي خياله. على فكرة ما مستقوى عليك قوي. زي ان يكون قصد مسلا مستقوى. اه ده افصال. شخص ده اا لو كانت علاقة عاطفية. فهو حابب انه ينفصل عنك لانه حابب يبقى سنجل. من الاخر. واخد قرار بجد مش ظهر فعلا. قرار بجد. وشاعر بان ده الحكم الصح. وده كان اللي مفروض يحصل. هو شايف ان ده اللي كان المفروض يحصل. من الاخر. وهو عايز يبقى سنجل. انما لو هو متزوج. يعني انتم متزوجين في علاقة زوجية. فممكن يكون عينه على حد تاني. من الاخر كده. وعايز يروح يتزوجه بقى. وشاعر ان شخص التاني ده هو اللي حلو يعني. عشان كده قافل على الموضوع خالص. عايز يفل على الموضوع خالص. واخد قرار سريح يعني. لكن هو مجمد مشاعره اوي عليك. اوي اوي. او برج حمل فده الطبيعي يعني من برج حمل. وانت انت انت شاعر بان في شيء هدم. في شيء هدم. تتعبان جدا يعني. ممكن تكون من من كتر الزعل بتبقي. مرة واحدة كده تلاقي نفسك عيط. بدون اي هدف يعني. مش هدف يعني. لا لما بتفتكر بس على المرة واحدة. طب هو شايفت ازاي? في الوضع الحالي. شايفك ان انت تعبان. بص بقى. يعني بص الرجل ده. جبروت. انت ممكن تكون عملت حركة ازا عليته منه. ازا يعني ازا عليته منك. ممكن تكون او عملت حركة قافش عليك. ممكن. ممكن. مش ممكن لقليه. ممكن. آآ شايفك ان انت تعبان جدا 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 جدا. ممكن تكون. يعني نحسسهم بان هو. لو علاقة زوجية. وانتو بتشوفه بعض في البيت. فانت ما بتنمشي معه في نفس الاوضع. وتعبان. وزي ما يكون مش بتترجاه. بتقول له طيب يعني نعيد نعيد تاني نعيد حاجة. قال لك لأ. انا واخد قراري. انا هزا مشي لو سلحت. سيب نمشي. بص انت شايفه ايه? انت شايفه زي الصن. زي الصن دي. دي بقى لانا هتاكد منه. دي اللي انا هتاكد منه. هل هو مع طرف تاني? ولا لأ? طبعا لو مرتبطين. ممكن يكون عايز يخلع من هزي اللاقة وزروح لحاجة تاتي. بقول يخلع دات يخلع. انت شايفه ان هو آآ قرر الرحيل مرة واحدة هو بالزبط كده ده اللي حصل. مرة واحدة عمل لك لوش ده. بدون ادنى سبب. بدون ادنى سبب. انت ممكن يكون ما عملتوش حاجة. عشان كده انت تعبان قوي. انت بتقول له ايه اللي حصل? وكرر يمشي بدون بدون ابداء اسباب. لوحده كده ممكن يكون عملك بلوك. من على اه ممكن يكون بالزبط. ممكن يكون عملك بلوك. وبصص لحاجة تاني. انت شايف ان هو بصص لحاجة تاني. ومتكبر عليك. ممكن يكون ما بردش عليك لما تيجي تكلمه. عشان كده اوه شايفك ان انت تعبان. انت ممكن تكون مع ابتله مسجد تقول له ليه? عملت معي كده ليه? نصل. بتبين له يعني ان فيه فيه مشكلة. انا تعبانة. او انا تعبان. تتكلم معي كده ليه يا اخي. اهو شايفك ان انت تعبان من غيره. ولكن هو مستمر في تحركاته. قد ايه الخطوة اللي ياخدها? الخطوة دي انا مش حباها خالص. اه. الخطوة اللي ياخدها الشخص ده. لو زوك هيطلق. هيكسر قلبي. لان هنا كرت المأزونة. وانت هتوافق على الطلق ده. لو زوك وفجأة كده قالك انا عزة طلق. طب ليه يا عم? طب ولادنا. الولاد. الولاد. حرم عليك اهم. طفل. فيه بينك واطفال. انت عايز تطلق ليه? انت عايز تطلق ليه? ليه عايز تطلق قصدي? اه. اه. ده مستقوي قوي. بجبروت. ده عايز ياخد قرار للانفصال في اسرع وقت. في اسرع وقت. وممكن يكون. بص ده. الشخص ده. انت ممكن تكوني عارفة واحد بس. انا هقول لكم على سيناريو ظهر لي فجأة كده. ان شخص ده متزوج. مش بيدي. ات اوكي? تمام. وقرر مرة واحدة انه ينفصل عليك. ليه? عشان هو شاف ان ان اللي حصل بينكو ده ظلم لعيلته. وقال لك انا اسف جدا انا مش هينفع كامل معاك. قلت له حرم عليك. طب واللي بيننا طب تقال لك. لا انا عايزمش. او سمحتك. عشان كده هنا في علاقة سلسية. في زوجة. اهي. في زوجة. في زوجة. في زوجة. في زوجة في ان هي ظلمها. شايف ان هي ظلمها. الزوجة دي ممكن تكون برج ترابي او ناري. وممكن تكوني زوجة دالتة. وممكن تكوني طرف عادي ارتباط. فقال لك مرة واحدة كده انا مشي. انت شايف فيه ان هو عمل الحركة دي عشان عياله. عشان هو عنده طفل عنده بيبي. وقرر ينسح من هزي العلاقة لانه فكر كتير قوي وحاس ان هو متكتف. مش عارف يبقى معاكي ولا معاكي. انا بقول لك ده متجاوز. راجل متجاوز. ممكن تكوني اكتشفتي من متجاوز. عشان كده عشان كده انت ماشي. متعبانة جدا. القرار اللي انت هتخديه ازا هارف انت. وده قرار حكيمة كيزا هارف انت بس ممكن يكون مقزون. بس يكونوا متجاوزين كزباد في السر. بس انا هخليها برضو على علاقة عاطفية فهتبقى انتصاب برضو. بالزبط. بالزبط. انت هتكرري ان انت تقفلي الشابطر. بكل بساطة. الشخص ده مش قابل منك اي عروض. خالص. تقدم له عرض? لا. وحتى هو لو قدملك اي عرض مش هتوفق. اصلا. وقررت ان انت تجملي مشاعرك وتقفلي العلاقة دي خالص. انت? انت او انت قررت تترحب. لو هي زوجة. لو هي زوجة فهي آآ خايفة من جزها. اهو. بتفكر في جزها. فكرت في جزها. راجعت نفسها. وقالت ان انا اللي بعمله ده حرام معيد. حرام. ان انا كنت مكلم رجل من جزها. انها فيه فيه علاقة زواج في الموضوع. بس لو مش علاقة زواج غالص ورتباط. فالشخص ده عنده طرف تالت. وحسس ان الطرف التالت ده تظلم معه. وقرر ليهن معك انت. وانت حاسها بانك قدمت له عروض كتير اوه ومش واضي. وبصص الحاجة بتعميله. فهتقفل الشيطر ده خالص من حالتك. شايف العلاقة دي بينكم ازاي? شايفها العشر صيوف. على فكرة الشخص ده. هقول لكم. الشخص ده على فكرة من برة بيظهر ان هو مية مية ولكن من داخله يظهر العكس. ايوه بسقط. الشخص ده تعب من حوار العلاقة السلسية دي خالص. وقال لك ايه بقى? لينين ولا شمال. انا تابت. انا مرة هنا ومرة هنا. انا تابت. تاب خلاص تابت. تابت من زوجة فيها اولاد ومع واحدة تانية. او تاب من واحدة شاب عادي مع اتنين. فتاب. وحاسس ان الاراقة دي كان فيها مش ضعنات. كان فيها الام. مش عارفي وزن لسهوه تعمز. وواحد ده مع الارطيق خلاص. جاب اخره. وجاب اخره. وعايز يستريح. ويرحل بقى. يرحل. فقرر رحيل. انت شايفة ان العلاقة دي كانت يعني كانت علاقة كلها استكررة عشان كده انت زعلانة قوي. وهو قلب عليك. قلب عليك مرة واحدة او قلبت عليك مرة واحدة. يعني مرة واحدة كده راح قلب عليك. ويدلك انا انا عايزة مشي. يا بنتي انت مش قلتي انك انك مسلا مش حبى الوضع. لا 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 لا. انا عايزة مشي. فائت كده مرة واحدة او فيها مرة واحدة. اه. بزبط. ايوة ايوة. كده كنت ايوة. تشعر ان العلاقة دي كان فيها كان فيها حاجة حلوة قوي. كان فيها كان فيها كل حاجة. حرفيا. لو زوج بقى صح زي ما انا قلت كده زوج يبقى كان موفر لك كل حاجة. الزوج ده كان موفر لك كل حاجة. وكان عاملك استقرار وكل حاجة كانت عندك. كل حاجة كانت فيه. انت كنت بتحبيه قوي قوي. مش حبي طبيعي يعني. ده كنت بتبدليه شعور رائع يعني. هو كمان كان شاهد معك بالاستقرار. لكن احيانا الانسان ضميره بيصحى. هو ضميره صحي. بالزبط. ضميره صحي. فجأة. وحس ان هو ظلم حد معاه. ومتاجئ ليه? ايه علاقة صلصية? فيه طرف ثالث في العلاقة. لو انت ما تعرفش. ولو ممكن يطلع متزوج. وانت مش كنتش من جوزها الحاجة. انت في علاقة مع حب. متزوج وعند طفل. وكان مخنوق جدا من الممكن يكون كان بيكلمك عالطفل ده كتير يقولك انا خايفة ظلم وانا وانا. طب النصيحة ايه بقى يا برج المزانة? النصيحة بتقولك ايه? اقلص. النصيحة بتقولك ارجوك انظر الى الامام وارحل من هذه العلاقة. بص الكارت ده مش شبه الكارت ده بس فيه حاجات مشتركة. اقولك ايه. العلاقة دي كان فيها استكرار. صح? مش هكذب عليك. وكنتش يعرفيها بقى انك الكينك. صحة برضو مش هكذب عليك. ولكن احيانا كثيرة لازم نرحل من العلاقة. من العلاقة دي. لازم. في شيء نقص في العلاقة دي. ايه هو? الامان مسلا. لان ما يكون شخص متزوج. وعنده عيلة. عمره ما يبقى فيه امان. انا انا المخي ده. في البيبي. باجة عيالي. باجة في الزوج. ممكن تكون مراته عرفت على فكرة. انا عزة اقول لك المفجأة مراته ممكن تكون عرفت. وقالت له طلقني. وحس ان هو هيطلقه فيه عيال لا. لا خلاص بقى اتعدل همشي اعدل. هي حاجة حلوة ان الزوج يرجع لزوجته. ولكن في قلبي بينكسر هنا. في انا الشعر ان هي بتموت. بتموت من القلم. وانت بينتيله بيما فيك كفانك تعبانا. فانا صاحب تقول لك امشي. حتى لو زعلانا. بصي قدام. حتى لو زعلانا. ابدو متضايق من اللي حصل بصي قدام. امشي. مش دي العلاقة اللي انت هترضيق. العلاقة دي مش فيها كل حاجة. طب هل فيه اه شيء جديد ممكن ينجي البرج الميزان بعد العلاقة دي? بحاجة عامة طبعا يا ممكن تتحاول وكلا. مش بحاجة يجي بعدش جالي. انت هتشيل الالام الماضي هوا يا برج الميزان. اه خلاص هي فتحت كده. اه. انت في عرض جاي لك ولكن العرض متوقف. في حد مقدم لك عرض. شوف بقى دور حواليك. عشان كده الكاب تجي قول لك بص. بص قدام. بص قدام عشان في حد مقدم لك عرض بس قريبا كده. آآ ممكن يكون كان عاية انك في علاقة وخايف. فحاول تدي له اي محاكدة. جرج الميزان باينة جدا يعني. عايزيه علاقة علاقة ما فياش استقرار من ناحية الامام. ولكن انت كنت شايف دفاع. انت كنت شايف كده. ياما بنشوف حاجاته بتطلع غلط. عادي. ولكن ولكن اعلم جيدا ان هذا الطرف. لو بعد عنك اسمع بقى. بعد عنك. بعدت عنك. تمام? رجل وست. مرة واحدة لان انت شاعر بالغموط. الشخص ده افل عليك مية ونور من غير ما يقول لك حاجة. اهو. الشخص ده متزوج عنده علاقة ثالثة. في منها اطفال. اهو. وقرر يستعيد العلاقة القديمة دي تاني. ممكن يكون قم مطلق. ورجع. لو انت ما تعرفش يعني. ممكن تكون انت على علم بذلك. وسابق بقى في الحيرة دي. وعارف على فكرة ان انت كنت تحبه قوي. وسابق. لكن الطرف ده شخص ما عندوش استقرار. شكرا يا برج ابن الزاني.